بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلا ومرحبا بكم أبناء الطلاب وابنات الطالبات في الصف الرابع الابتدائي في درس جديد من دروس تلاوة القرآن الكريم حسب منهج تحفيظ القرآن الكريم اليوم سوف نتلو آيات ونتعلم تلاوة آيات من سورة سبأ من الآية التاسعة إلى الآية الرابعة عشرة إن شاء الله تعالى أهداف درسنا أولا أن يطلب الطالب والطالبة الأجر من الله تعالى بتلاوة الآيات تعلمون أن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة فنحن نقرأ لنتعلم ونكسب الحسنات أيضا بتلاوة الآيات لذلك يجب أن ننوي أننا نريد الأجر من الله تعالى بتلاوة هذه الآيات كذلك من أهداف درسنا أن يتلو الطالب والطالبة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء لابد من تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء وهذا يتطلب مننا التأني والتمهل أثناء التلاوة كذلك النظر إلى الكلمات والتركيز على الحركات التي على الأحرف يعني لا أقرأ حرف إلا بعد أن أنظر إلى الحركة التي علي بهذه الطريقة أستطيع أن أتلو الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء أيضا من أهداف درسنا أن يطبق الطالب والطالبة أحكام التجويد سنطبق إن شاء الله تعالى أحكام التجويد وهي السهلة يسيرة نطبقها سويا سأقرأ لكم وأنتم تقرأوا معي إن شاء الله تعالى سأبين لكم هذه الأحكام بعض الأحكام سأبينها لكم حتى تطبقوها في أي موضع من القرآن الكريم وهي السهلة يسيرة أيضا من الأهداف أن يتلو الطالب والطالبة الآيات بتدبر وخشوع نتدبر القرآن لنفهم كلام الله عز وجل وبعد ذلك نعمل به نخشى عند تلاوة القرآن الكريم نقرأ بيتأني وتماهل حتى نتدبر ونفهم ونخشى عند قراءة القرآن الكريم آداب تلاوة القرآن الكريم أذكركم بآداب التلاوة أولا الطهارة نتوضع قبل تلاوة القرآن الكريم أيضا الإخلاص لله تعالى كما قلنا ننوي وجه الله تعالى وننوي طلب رضى الله بتلاوة هذه الآيات كذلك من الآداب الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم قبل التلاوة كذلك تحسين الصوت بالتلاوة من الآداب وأيضا البسملة نقرأ البسملة في أوائل السور كذلك القرآن بتدبر كما قلنا لنفهم كلام الله ونعمل به ومن الآداب التسبيح عند آيات التنزيه الآيات التي فيها تنزيه لله عز وجل كالآيات التي فيها تسبيح له والآيات التي فيها ذكر أسمائه وصفاته وفعاله نقول التسبيح فيها سبحان الله ثم نكمل التلاوة كذلك من الآداب سؤال الله من فضله عند آيات الوعد آيات الوعد بالرحمة والمغفرة والجنة إذا قرأناها نسأل الله من فضله ثم لكمل التلاوة أيضا الاستعادة بالله عند آيات الوعيد الآيات التي فيها وعيد بالعذاب أو بالنار نعوذ بالله من عذاب الله من ناره إذا قرأناها نستعيد بالله من عذاب الله من ناره الآيات من سورة سبا سنتلوها إن شاء الله تعالى أريد منكم الانتباه والتركيز سأقرأ لكم أولا الآيات وأنتم تنظرون إليها وتستمعون وتركزون على الحركات بعد ذلك سوف نأخذ بعض الكلمات ونقرأها ونتدرب على تلاوتها وأبي لكم كيف نقرأ هذه الكلمات بالتركيز على الحركات وأيضا بعض الأحكام التجويدية السهلة سنطبق التجويد كاملا ولكن سننبهكم على بعض الأحكام التي تعرفونها وتطبقنا في أي موضع في القرآن الكريم بعد ذلك تقرأوا معي الآيات لذلك أريد منكم التركيز والانتباه وترك أي شيء يشغلكم عن القرآن الكريم ننتبه ونركز وإذا طلبت منكم القراءة تقرأوا معي الآن استمعوا للآيات وانظروا وركزوا على الحركات التي على الأحرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيِّرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الْرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرُ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اِعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ بارك الله فيكم ونفع بكم الآن نعود إلى الآيات من بدايتها سنقرأ الآن هذه الكلمات نبين كيفية قراتها لتدرب أقرأ وإنتم تقرأون بعدي حينما أطلب منكم القراءة لذلك الآن سنقرأ ستقرأون الاستعادة حتى تكرروا معي هذه الآيات يقرأوا الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقرأوا أحسنتم الآن انظروا إلى هذه الكلمات واكسبوا الحسنات بتلاوة هذه الآيات لاحظوا معي ياروا عندنا هذه الألف التي فوق هذه الدائرة الصغيرة أو يسمى الصفر المستدير هذه الألف تعني أن إذا وضع عليها هذه الدائرة فلا ينطق هذا الألف لا في الوصل ولا في الوقف أفلم يروا إلى لكن الألف الصغيرة هذه نقرأ بها هذه الألف نقرأها في أي كلمة من القرآن الكريم مثل كلمة ذلك هنا أيضا رأيتم الألف الصغير نقرأ بها لكن الألف التي عليها هذه الدائرة لا تقرأ لا تنطق أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء ولاحظوا هنا المد إذا وجدنا حرف المد وبعده همزة نمده أربع حركات احفظوا هذا واطبقوا في كل القرآن الكريم أي آية أي كلمة فيها حرف مد وبعده همزة نمد أربع حركات من السماء والأرض كيف نعرف أربع حركات أربع حركات نحن ما نقول أربع حركات فالحركة هي قبض الأصبع من السماء أو فتح الأصبع من السماء هذه أربع حركات كل الأصبع يمثل حركة نقمضه أو نفتحه هذه تعتبر حركة نقرأ بها حتى نزل المد إذن احفظوا هذا حرف المد إذا بعده همزة نمده أربع حركات الآية السهلة جدا اقرأوا معي اقرأوا بعدي أولا نقرأ هذه أول مقطع أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلفهم من السماء وما خلفهم من السماء والأرب اقرأوا أحسنتم لاحظوا معي هذه الكلمة السكون على الهمزة إن نشأ أيضا كلمة نخصف أيضا هنا سكون على الفاء إِنَّ شَأْ نَخْصِفْ بِهِمُ إِنَّ شَأْ نَخْصِفْ بِهِمُ الْأَرْبِ بينما الميم هنا عليها الضمة بِهِمُ الْأَرْبِ بِهِمُ الْأَرْبِ إِنَّ شَأْ نَخْصِفْ بِهِمُ الْأَرْبِ اقرأوا جميل كذلك كلمة أو نسقط الطاه هنا أيضا عنها سكون أو نسقط نو نسقط أو نسقط عليهم وَمْكِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اقرأوا أحسنتم الكلمات سهلة جدا هنا نوم مشددة إِنَّ فِي نوم مشددة تغنب من مقدار حركاتها أي نوم عليها شدة في القرآن نأتي بالشدة فيها مثل ما قلنا لكم حرف المد إذا عليه بعدها همزة نمد أربع حركات في القرآن كله وكذلك النوم المشددة إذا كانت نوم هكذا نأتي بالغنة فيها إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ يقرأوا أحسنتم أحسنتم جميل الآيات سهلة جدا نركز على إِنَّ نَشَ نَخْصِف السُّكُون أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ لَا نُحَرَّكْ الحرف الساكن إِنَّ نَشَ نَخْصِف على بركة الله ستقرأوا معي الآن الآيات هذه الآيات ستقرأوا معي ركزوا لما أبدأ القراءة تبدأوا معي أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَخْصِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ أحسنتم مبارك الله فيكم الآية التالية لاحظوا معي كلمة دَاوُّدَ هنا واو صغيرة بعد الواو أيضا نأتي بهذه الواو دَاوُّدَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُّدَ مِنَّا فَضْلًا يقرأوها أحسنتم كلمة أَوِّبِي أَوِّبِي لاحظوا الواو عليها شدة وكسرة يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهْ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهْ وَمَعَهُ لاحظوا عندنا هنا الواو ووصله مع الها نأتي بها في حال الوصل يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيِّرِ يقرأوه أحسنتم كلمة وَأَلَنَّا نوم مشددة ونأتي بالحركات وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ يقرأوها أحسنتم أيضا كلمة أَنِعْمَلْ الكسرة هنا في النون نأتي بها أَنِعْمَلْ أيضا كلمة سَابِغَاتٍ لاحظوا الألفات الصغيرة نأتي بها مثل ما قلنا لكم ألف نأتي بها الألف الصغيرة هذه نأتي بها سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدْ هذه كلمة جديدة لكنها سهلة لاحظوا سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدْ يقرأوه أحسنتم أيضا من الكلمات هذه الكلمة وَلِسُلَيْمَانَ الألف بعد الميم أيضا كلمة الريحة بالفتح لاحظوا وَلِسُلَيْمَانَ الْرِيْحَةِ بِالْفَتْحَةِ وَهُنَا كَلِمَةِ لاحظوا الحركات غُدُوُّهَا غُدُوُّهَا نأتي بالضمات على الأحرف لاحظوا الغَيْنَ وَالْدَالُ وَالْوَا أيضا عليها شدة غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا وَرَوَاحُهَا يقرأوها يقرأوا كلمات غُدُوُّهَا يقرأوا أيضا كلمات وَرَوَاحُهَا غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ أحسنتم أيضا من الكلمات هذه الكلمات جديدة عليكم اقرأوها وَأَسَلْنَا 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 اقرأوها جميل معها نكمل وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَا الْقِطْرِ طيب كلمة مَنْ يَعْمَلُ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ طيب من الكلمات هذه الكلمة وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا لاحظوا نُذِقَهُ أَلْقَافَ عَلِيهَا سُكُونَ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ اقرأوا وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ اقرأوا احسنتم الآن سنقرأ الآية بينت لكم الكلمات نركز نركز أَوِّبِي وَأَلَنَّ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدْ غُدُوُّهَا وَرَوَاحُهَا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَا وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ نُذِقَهُ إذن على بركة الله سنقرأ سويا ركزوا وانتبهوا وقرأوا بصوت وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيِّرْ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدْ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدْ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الْرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ أحسنتم ننتقل إلى الآية التالية نركز أيضا كلمة مَحَارِيبَ سهلة و راح نلاحظ عليها في الصغيرة مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ ننتبه هنا مَحَارِيبَ بالفتحة وَتَمَاثِيلَ بالفتحة و هنا بتنوين الكسر وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ اقرأوا مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ أحسنتم أيضا وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ رَاسِيَاتِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ يَقْرَأُهَا أحسنتم أيضا كلمة وَقَلِيلٌ مِّنْ بتنوين الضم وتنوين الضم هذا يدخل في الميم يُضغم في الميم وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَةِ اليهون عليها فتحة وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَةِ الشَّكُورِ يقرأوها أحسنتم لاحظوا معي هذه الكلمة دابة الأرض لاحظوا معنا هنا حرف المد بعده حرف مشدد ليس بعده همزة كمثل الكلمات التي قلت لكم نمدها أربع حركات إذا قلنا إذا صار عندنا حرف مد وبعدها همزة نمد أربع حركات في القرآن كله لكن إذا أتانا حرف مد بعده شدة كم أمد؟ هل هو مثل المد الذي نمده أربع؟ لا هذا يختلف هذا نزيد في المد حرف مد إذا أكأتى بعده شدة نمده ست حركات لاحظوا أن يكون أطول من المد الأول هذا المد الأول ما يشاء المد الثاني دابة دابة أطول يكون بمقدار ست حركات إذا كان بعده وشدة احفظوا هذا وطبقوه في القرآن كله مثل هذا المد يقرأوا إِلَّا دابة الأرض يقرأوا أحسنتم كلمة مِن سَآتَه نركز على الحركات مِن سَآتَه مِن سَآتَه مِن سَآتَه فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتَ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ لاحظوا عندنا هنا من مشددة نغنها فَلَمَّا وكذلك عندنا من مشددة نغنها أَلْجِنُّ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يقرأوا أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ فَلَمَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُّهِينَ إذن على بركة الله سنقرأ الآيات ركزوا وانظروا وقرأوا بصوت يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّ حَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا ما دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِسُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ بارك الله فيكم ونفع بكم وصلنا إلى ختام درسنا لذلك اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصهابه هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذن نقرأ القرآن يقرأ القرآن من المصحف المعلم أو المصحف المدرسي أو المصحف المرتل بتلاوة مرتلة مجودة إلا أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته